المجهز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام المتوسط بشكل طفيف مع ارتفاع أسعار النفط عالميا وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 82 سنة لتصل إلى 76 دولار و92 سنة للبرميل فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 82 سنة أيضا لتصل إلى 80 دولار و22 سنة للبرميل وهذا وانتعشت أسعار النفط بشكل طفيف بعد انخفاضات متمددة حيث تجاوزت علامات ضيق العرض وسط تخفيضات الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين وخفضت مخاوف نمو الطلب في الصين والولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للخام في العالم قال مسؤول حكومي في وزارة البترول المصرية إن مصر استوردت شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شعري كانون الثاني واشباط الماضيين من العراق ودول أخرى وأضاف للمسؤول المصري أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلاغت نحو مليار و300 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني وشهر شباط وافقت حكومة نظام الأسد على افتتاح شركة تأمين ومصرف مشترك مع إيران وعداء خلال اجتماع الهيئة المشتركة لغرف التجارة أخيرا بتفعيل الالتفاقات الموقعة بين الجانبين بما فيها مشروعات الطاقة واستثمار الفوسفات وكشف مصدر صحفي أن معظم المشروعات التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني لدمشق في عيار العام الماضي لم تلقى طريقا للتطبيق إذ لم يتم تصفير الرسوم كاملة ولا إقامة المشروعات ولا حتى التزام طهران بتنفيذ مشروعات الطاقة أو حتى المساعدة في هذا القطة قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك إن بلاده ستشهد تدفقات الجنبية متزايدة بعد الانتخابات المحلية المقررة لإجراؤها في أذار الجاري ما سيقول دون الانزلاق الليرة نحو الانخفاض وأوضح أن سياسة التي تنفذها بلاده تجعل من الليرة التركية محطة جذب بحيث لا يكون سعر الليرة مبالغا فيه أو أقل من قيمته الحقيقية وأثار الاستقرار النسبي للليرة منذ بداية العام مخاوف من تراجع حاد في قيمتها بعد الانتخابات المحلية القادمة أكدت هيئة الضرائب الصهيوني أن خسائرهم منذ السابع من تشرعين الأول تعد أكبر بست مرات من حرب 2006 في لبنان ونقل موقع ولا عن مصلحة الضرائب التابعة للكيان الصهيوني قولها إن خسائر إسرائيل الاقتصادية بسبب الحرب على قطاع غزة أكبر بست أضعاف منها في حرب 2006 مع لبنان وأشار الموقع إلى أن نحو نصف مليون إسرائيلي رفعوا دعوة قضائية للتوويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحرب حتى الآن وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر